موسيقى والآن مع كلمة السيد محمد سعفان وزير القوى العاملة يلقيها نيابة عن سيادته المستشار حسن الرداد رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير القوى العاملة سيدات والسادة الحضور في البداية أنقل لكم تحيات وتقدير وزير القوى العاملة محمد سعفان مقدما اعتذاريه لعدم تمكينه لظروف طريقة منعاته من الحضور هذا الملتقى المهم الذي يعكز الشراقة بين الحكومة والقطاع الخاص ويؤكد أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية الحقية والمستدامة فلم تعد المسئولية تقع على الحكومة وحدها ولكن أصبح لزاما علينا جميعا أن نتطلع بمسؤوليتنا تجاه المجتمع والبيئة السيدات والسادة الحضور يشرفني أن ألقي كلمة معاني السيدة الوزير مؤكدا أن تنظيم هذا الملتقى يأتي تماشيا مع القطوات الجادة للحكومة المصرية نحو بناء تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة وشاملة بكافة محافظات مصر وإطلاق استراتيجية حديثة تهتم بتحقيق اقتصاد أخضر والحد من الإنبعاثات الكربونية للتعامل مع التحديات العالمية من التغيرات المناخية ونقص الأمن الغذائي لتصب جميعها إلى تحقيق رؤية مصر 20-30 ولانطلاق مصر نحو مستقبل أفضل وهنا أحب أن أذكر حضرتكم أن في مثل هذه الأيام من العمل المواضي عند مشاركة الملتقى العاشر كانت وزارة قوة العمل وعدت بمبادرة تقوم بها هي مبادرة رعاية الصيادين مصر وأطلقت مبادرة صياد مصر لتحقيق الرعاية لصغار الصيادين تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة وقد لقت المواضرة قبولاً فورياً من السادة الوزراء ومؤسسي صناع الخير لدعمهم لرعاية صغار الصيادين وتطوير أدوات الصيادة الخاصة به وقد تحقق وعد وزارة القوى العاملة بإصدار وصيق التأمين لعدد بمبلغ 100 ألف جنيه لتغطي حالات العجز الكل والعجز الجزئي والوفاء لفئة العمالة غير المتزمة وصغار الصيادين ليحيوا حياة كريمة قد قامت الوزارة خلال العامة بإصدار 237 ألف الوزارة قامت على مستوى جميع المحافظات والأغلبية المحافظات التي تتركز فيها عمليات الصيد وصغار الصيادين قامت بجمع وعمل قاعدة بيانات لعدد من الصيادين كمرحلة أولى لها وبالتالي جمعنا كمرحلة أولى 237 ألف وصيق التأمين لصغار الصيادين وتستهدف في المرحلة القديمة إن شاء الله نوصل ل500 ألف في المرحلة المقبلة قامت الوزارة بصرف قيمة بوليس التأمين لعدد 6 أسر حتى تاريخه سواء بالوفاة لعائلهم أو لصيبة عجز جزئي أو عجز كلي ويأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بالتأمين على حياة العامل وصيرته وحمايته من المقاطر وحفاظا على استقرار الأسر المصرية ولم تكتفي وزارة القوى العاملة بذلك بل أطلقت أول منظومة للتأمين على العمالة غير منتظمة من خلال بروتوكول تعاون تم توقيعه مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمد الحماية الاجتماعية على جميع العمالة غير منتظمة من خلال قاعدة البيانات التي عملناها في جميع المحافظات وانا سجلنا فيها العمالة غير منتظمة بجميع أجزاء وبالتالي تم توقيع البروتوكول مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير منتظمة والتكامل في نظم المعلومات في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة المصرية بشكل عام والعمالة غير منتظمة بشكل خاص تنفيذ المبادرات السيد الرئيس التي تهدف لحماية ورعاية العمالة المنتظمة وغير المنتظمة بكل فئاتها وتعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة وتوفير العمل اللائق والعمل على دمج العمليين بالقطاع الغير رسمي للقطاع الرسمي في الدولة ودمجهم وحدة وحدة وقد تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي على 11 ألف عامل غير منتظمة تم منحهم جميعاً شهادات قياس مستوى مهارة ومزاولة الحرفة وإثبات ذلك في بطاقة الرقم القوي وبالتالي تم اشتراقهم في الهاية القوامية التأمينات الاجتماعية اعتباراً من أول يوليو 2021 تم سدادة الاشتراكات التأمينية عليه السيدات والسادة الحضور أن أهدف التنمية المستدامة التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 تسعى لتحقيق العدالة بين الأجياء المختلفة في توزيع الموارد الطبعية ضماناً لتواصل عملية التنمية وذلك من خلال الأبعاد الثلاثة البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البي وممارسة جميع الأطراف وقد تم تشجيع الشركات صراحة على اعتماد مؤسسة ممارسات مسؤولة اجتماعية والإبلاغ عن أصارها في الاستدامة من خلال الهدف ستة واثناشر من أهداف التنمية المستدامة إضافة إلى الهدف الأخير وهو الهدف السابع عشر الذي ينص على عقد الشركات كما تنعكس تلك الشركات في خلال استراتيجية التنمية المستدامة رؤية نصر عشرين ثلاثين حيث لن تحقق هذه الأهداف إلا من خلال الانتزام قوي بالشراقة والتعاون على مستوى الدولي والوطني السيدات والسادة الحضور لا شك أن القطاع القاص هو الشرك الأساسي للحكومة في تحقيق التنمية المستدامة فلم تعد المسؤولية المجتمعية تقتصر على عمل خيري تطوعي له مجالات محدودة في دور الأيتام أو أعالد عدد قصير من القصر الفقيرة أو زراعة وتشجير البيئة المحيطة وغيرها من المفاهيم القديمة التي انتهى العمل به بل أصبح هناك مفهوم الحديث للمسؤولية المجتمعية من خلال الاتزام المؤسسات المتواصلة بالسلوك الأخلاقي والمساهمة في التنمية الاقتصادية وفي الوقت ذاته تحسين نوعية حياة القوة العاملة على مستوى جمهورية مصر العربية وأسرية فضلاً عن المجتمعات المحلية والمجتمعات العامة وهنا أحب أن أؤكد أنه لن يتم ذلك إلا من خلال احترام البيئة وتحقيق نظام الأمان في الانتاج والمنتجات وإسراء الحوار الاجتماعي وتحسين ظروف العمل واحترام حقوق الإنسان ومحاربة الفساد وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع المحلي والمساهمة في التنمية المحلية والحوار مع أصحاب المصالح وعلى صعيد آخر فإن تبني الشركات للمسؤولية الاجتماعية يسهم بشكل كبير في تحقيق التفوق والتميز على منافسيها سواء من خلال ضمان ولاء وانتماء العاملين لديها الأمر يجب أن ينعكس على زيادة معدلات الانتاج أو من خلال رضاء ولاء العملاء وما لهم من أثر إيجابي على التصويق لمنتجات الشركة ونظرة العملاء لهذه الشركة للمسؤولية الاجتماعية السيدات والسادة الحضور وهنا نؤكد أن المسؤولية الاجتماعية لم تعد طرفاً مؤسسياً فقط بل ضرورة ومسؤولية فردية وجماعية لتحقيق التموحات في التغلب على المشكلات وموجهات الصعاب لتتناغم هذه المسؤولية مع ما تقوم به الدولة المصرية من جهود كبيرة وحب أن أؤكد أن نحن على أعتاب المواجهة الرابعة من فيروس كورونا التي يشهد العالم أهمية التضامن المجتمعي وتحمل المسؤولية الاجتماعية في هذه المرحلة الحرجة فلن نعبر هذه الأزمة إلا من خلال إعلاء قيمة المجتمع وندعو المواطنين الحرص على التسجيل للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا وإن الدولة حريصة على التوسع في مراكز تقديم خدمات التطعيم للمواطنين في أنحاء الجمهورية ورفع قدراتها لاستيعاب المزيد من المواطنين الرغبين في تحصين أنفسهم وحمية المجتمع بكل إيجابية من خطر هذا الفيروس ودعو الله أن يخرجنا من هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن وبأقل الخثائر الممكنة متعكم الله جنين بوافر الصحة والعافية قبل أن أختتم كلمتي لازم أغضح أن دور الوزارة قامت بالعديد من المبادرات لتحقق الشراقة بين القطاع الخاص والدولة وعلى أهمها التدريب المهني التدريب المهني الوزارة قامت خلال العامين السابقين بالعديد من المبادرات وأختارها التضامن مع القطاع الخاص في الشراقة في التدريب المهني وقامت الوزارة بدفع وحدات متنقلة للتدريب لاندماجاً مع حياة كريمة وقامت بالعديد من البرامج التدريبية في القرى التي تحتاجها هذه الوحدات المتنقلة وقامت بالعديد من المبادرات وقامت بالعديد من الدورات في هذه القرى برضو لتحفيز المواطنين ورفع ريادة الأعمال في المجتمع المصري وبالتالي أنا برفع كل فئات الموجودة في القرى المصرية وفي المدن المصرية للتعاون مع الدولة والتعاون مع القطاع الخاص لدفع عملية التدمية والحفاظ على أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة